كفرة تنموية غير مسبوقة شهدتها محافظة مطروح في ضوء خطة الدولة التنموية الشاملة التي اتبعتها منذ عام 2014 مطروح كغيرها من المحافظات الحدودية كانت تعاني لعقود طويلة تدهورا في بعض الخدمات في عدة مناطق على الرغم من تمتعها بتنوعا اقتصادي كبير بين زراعي وسياحي وتعديني تضمنت الخطة الاستثمارية في مطروح مشروعات بقطاعات الطرق والنقل والكبار والأنفاق والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بجانب الامن والاطفاء بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى المعيشة وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكبار بالمحافظة خلال الفترة بين عامي 2014 و2021 نحو 6 مليارات ومائتي مليون جنيه فيما بلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي نحو ملياري جنيه في نفس الفترة كما قدرت تكلفة انشاء 1700 وحدة اسكان اجتماعية بنحو 380 مليون جنيه حتى عامي 2020 ولم يتوقف الامر عند تطوير ما هو قائم بالفعل بل امتد لبناء المدن الجديدة على غرار مدينة العالمين الجديدة والتي تعد من المشروعات القومية العملاقة التي تنعكس ايجابا بوضع المحافظة على خريطة السياحة والتجارة العالمية من خلال انشاء مجتمعات عمرانية وسياحية واقتصادية جديدة وفي مجال الصحة الذي يعد من اهم المجالات الحيوية التي اولتها الدولة اهتماما غير مسبوق بلغت تكلفة انشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في المحافظة نحو 537 مليون جنيه ومن ابرز المشروعات التي تم تنفيذها تطوير مستشفيي السلوم وسيدي براني المركزيين كما تم تطوير مستشفى الحمام بتكلفة تصل الى 21 مليون جنيه بالاضافة لانشاء مستشفى النجيلة المركزي في عام 2019 بتكلفة بلغت 109 ملايين جنيه وغيرها من المشروعات الهامة وكان لقطاع التعليم نصيب كبير من التطوير حيث تم تنفيذ مشروعات انشاء 14 مدرسة لمختلف المراحل التعليمية بتكلفة بلغت 195 مليون جنيه اما الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح فبلغت في خطة عام 2020-2021 نحو 13 مليار و300 مليون جنيه الجهود الحكومية للتنمية مطروح وكافة المحافظات لم تكن منفصلة عن جهود مؤسسات المجتمع المدنية التنموية التي تتكامل مع الجهود الحكومية التي أسهمت وتسهم بشكل كبير في توفير حياة أفضل للمواطنين